اشتركوا في القناة كيفية دعم السياحة الداخلية خاصة في وقت الاجازات خاصة ونحن في اجازة الصيف كيفية دعمها كيفية يمكن تطويرها بشكل اكبر وجذب العديد من المصريين لقضاء اجازاتهم داخل الوطن ده هيكون من خلال لقاءنا وحادثنا مع الاستاذ باسم حلقة نقيب السياحيين المصريين حديث الرياضة اليوم حديث حول المباراة يمكن اللي دارت بين منتخباي مصر الاولمبي والمنتخب المغربي في ختام بطولة كاس الامم الافريقية للمنتخبات الاولمبية وهي المؤهلة لباريس عشرين اربعة وعشرين واللي انتهت بفوز المنتخب المغربي هناك في المغرب في مركب محمد الخامس بهدفين مقابل هدف هنتكلم عن هذه المباراة عن الظروف اللي صحبت هذه المباراة ولم تجعل منتخبنا يتوج بمباراة كان يستحقها بالفعل دعا يكون من خلال لقاءنا مع كابتن محمود عبد الحميد المحلل الرياضي مشاهدين ان نلتقي بعد الفاصل وقراءة سريع لهم اخبارنا مشاهدين في كل مكان اهلا بكم معنا ومرة تانية قراءة سريع لهم اخبارنا معكم اليوم الرئيس سيسي يشهد حالف اليمين لرؤساء محكمة النقد والنيابة الادارية وقضايا الدولة رئاسة الجمهورية مصر تستضيف مؤتمر قمة دول جوار السودان 13 يوليو الجاري الرئيس سيسي يمنح وسام الجمهورية من الطبقة الاولى لرؤساء الهيئات القضائية السابقين مدبولي يتابع مستجدات العمد بمشروع تنمية المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي الابتدائية ديسكافر الهكومة تم في صدور قرار بالالغاء لمنهج اكتشف وتضمن تستأنف صرف معشات يوليو من بنك ناصر لمن تخلفه عن الموعيد المحددة وانطلاق اعمال تطوير حديقة الحيوان لمدة 18 شهر جهاز تشغيل الشباب يعلن فرص عمل في 6 اكتوبر والعين السخنة والعالمين الجديدة مطار مرسعلم يستقبل 22 رحلة سياحية من ايطاليا والمانيا وبلجيكا ودولة اتشيك واسعار الذهب بالامس عيار 24 يسجل 2486 جنيه للجرام عيار 21 يسجل 2175 جنيه للجرام عيار 18 يسجل 1864 جنيه للجرام الجنيء الذهب 17400 جنيه واخيرا من اخبار التقس معنا اليوم تقس الاثنين حار رطب والطراب بالملاحة على البحر المتوسط والعزمة بالقاهرة 35 والصغرى 25 الاسكندرية 30 23 مطروح 30 24 سهاج 38 25 قنى 41 28 واخيرا محافظة اسوان العزمة 41 والصغرى 29 مشاهدينا دي كانت اطلالة سريعة على الهم اخبارنا معكم اليوم نلتقي بعض الفاصل واول فقارتنا فانتظرونا بنسبع عليكم مشاهدينا في كل مكان اهلا بكم معنا مرة تانية بنبدأ معكم فقارتنا في هذه الحلقة حلقة اليوم وهنبدأ معكم الفقهة الرياضية وحديثنا كما نواهنا في البداية وحديث حولها يمكن الحدث الابرز خلال ايام الماضية وتعديدا اول امس وكان اللقاء اللي انتهى يمكن في الساعات الاولى من صباح اليوم التالي وهو لقاء منتخبنا الاولمبي المصري مع المنتخب المغربي الاولمبي في نهاية كاس الامم الافريقية للمنتخبات الاولمبية المؤهلة لباريس 20-24 دورة العاب الاولمبية واللي انتهى بفوز المنتخب المغربي في الوقت الاضافي بهدفين مقابل هدف فيه ظروف كتير جدا صحبة هذه المباراة ظروف يمكن كانت غير طبيعية منتخب بيلعب منقوص من بعد حوالي تلت ساعة من بداية المباراة والكثيرين جدا يمكن تحدثوا حول ان الترد يعني كان بشكل مبالغ فيه واحداث كثيرة داخل المباراة ولكن في النهاية نعايزين نقيم برضو هذه الظروف وتأثرها على الاداء الفني المنتخبنا في هذه المباراة واذا تبقى وقتا هنعرض للحديث عن بعض مباراة الدور المصري ده من خلال لقاءنا مع كابتن محمود عبد الحميد لعب ومدرب نادي الترسانة الأسبق أهلا بك معنا كابتن كابتن بداية من متابعتك لمباراة منتخبنا الأوليمبي المصري ومنتخب المغربي يعني على غير المتوقع كان فيه اهتمام جماهيري كبير جدا بهذه المباراة يعني مش المنتخب الأول ولكن مصر كلها كانت منتبهة وفيه متابعة وناس بالتابع وفيه عملية شحن ده بسبب الأداء الجيد للمنتخبنا انت شايف ان الأداء الجيد لمنتخبنا خلال هذه المطولة ده كان متوقع ولا غير متوقع؟ لا أول كان متوقع لأن المدرب بصراحة روجيرو روجيرو مدرب كويس ومختار لعيبة يعني برضو على مستوى علي أنا شاف ان لعيبة يعني ملهاش أي بصمة مع عندياتها اللي لعب أو اتنين يعني هو مختار لعيبة أنا كتمن وجهة نظري قبل ما يروحه مستوى اللعيبة مو السن ده مش كل اللعيب بيطلع بقى في الدرجة الأولى يعني يعني هو طلع كل اللعيبة دي في الدرجة الأولى مش عيب ما هي بتلعب كلها درجة أولى كلها بتلعب ملتاز يعني مش أكتر اللي بيلعب بسلا حسام اللي هو السيرد باكس الزمالك حسام عبد المجيد عبد المجيد وإبراهيم عادل إبراهيم عادل ومحمود صبر وحاتم السكر ومحمود صبر اللي جاب الجمه والطرق ومحمود صبر وحمزة علاء حرس المرمى حمزة علاء ما هي يعني زي نمر ربع نمر ربع يعني أعتبر يعني ماشي بس يلعب يعني ملعبش يعني ملعبش يعني ملعبش 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 لأ بس في النهاية تمنت المنتخب المغربي عن ناحية التانية نص لعيبة محترفة مع حتة الاحتراف دي هي دي مشكلة دي عندنا مشاكل كتير قوي في مصر يعني في حتة احتراف اللعيبة يعني احنا احنا اكبر عدد سكان في الوطن العربي في الوطن العربي وفي افريقيا مم وبنستورد لعيبة من الدول اللي حوالينا كلها يقولك ما عندناش مواهب وما عندناش عندنا بس المشكلة في ان احنا احنا يعني فيه انظمة بتبقى غلط يعني يعني احنا مقصرين في حاجات كتير وخصوصا اداريا يعني احنا دلوقتي لما نتكلم في ان انا عاوز لعيبة ناشئين كويسين في بعض الاندية دخل عليها حاجة اسمها استثمار قالوا الاستثمار في الاندية طب ماشي استثمار في الاندية بالحبل العمري بتاع اللعيبة تبيع 2005 و2004 و200 اللي هم اللي انت هتاخد منهم اللي في النص يعني بتقطع بين ده وده عندك من 2008 ل200 طب دي قضية بقى لو فتحنا ونتكلم فيها مش هنخلص هلسين بس نتكلم عن هذه المباراة انت كنت متوقع الاداء ده المنتخبنا اه لان انا يعني اغلب اللعيبة دي كنت برائب لها مباريات وشفتهم يعني اللعيبة كويسة ومستقبلها كويسة يعني ان شاء الله يعني اللعيبة دي هتسمع عنهم يعني في اليوم اللي جاية كتير يعني طيب ظروف المباراة طبعية انت شايف ان المنتخب تعرض لظلم ولا لا احنا يعني المنتخب اولا عمل مباريات كويسة جدا لدرجة انه كان يعني ما دخلش هداف ما لو هيت قبلها زيل ما ركنش فيه ولا هدف ولا هدف وعمل مباراة كويسة وخلاص يعني ابتدى ايه فعملين له حساب كتير لو شفت الجماهير هناك هناك طبعا ما كانش مكان فاضي في المعلوم فيش مكان اه شوف انت بتقول احنا ايه مهتمين وكده لكن شوف انا بقولك العكس المتوقع دايما المنتخب اللومي بيبقى مظلوم شوية في الدعم الجماهيري او المتابعة خاصة ان انت بتلعب في ظل اجواء بقى الدوري بيشتدوا ومش عارف ايه والمنتخب موجود انا وجهة نظري الحكام اللي بيتحطوا في النهائيات دي في المغرب بيبقوا منطقين يعني اه اه وديك شوفت النهائي بتاع بس ده قوة رئيس الاتحاد يعني لقجع ده يعني انا اناش هسمم يعني يعني ليه دور الله عالمين هو الدور طبعاً بس هو ليه دور ودور جامل ده رئيس الاتحاد قوي احنا عندنا لقا احنا عندنا الدنيا في منطقة تانية والتحاد يعني ربنا عينه دي بقى المشكلة اه دي مشكلة جديدة فانت دايما بتلعب ملكش ظهير يعني يعني ما انت دلوقتي بتزلمه فبتلاقي حكم يطرر لك اللاعب رئيسي اه لاعب جايب الهدف وبيشط من بعيد جايبة من 30 يار ده جن جميل وجن هايل وممكن يعني من الحتة دي ما بحدش بيدور على حد بيشط الحتة دي دلوقتي مفيش كده لا واستغل الفرصة وشايتها فعندنا لعيبة ممكن فده هيقرفهم طب روجيرو ايه الخطة اللي كان بيلعب بيها عشان يعوض فرق الخبرات اللي كان موجود من لعيبة محلية جدا بتاعتنا اللي لعيبة محترفة جدا زي بتاعتنا اللعيبة المحترفة اللعيبة المحترفة برا وجوه دي مش دي القضية يعني مش قضية اللعيبة انها محترفة طلعين في الاكاديميات وطلعين بقى يعني كده مش مش لعبين لكن عمليات الاحتراف في المغرب كانت كبيرة جدا والتونس والجزائر ماشي انا بتكلم على دلوقتي انت كمدير فني وانت هدك دربت بلي كده قدامك فريق تقيل وانت العناصر اللي معاك وعادة وخبراتها مش بنفس ده بس يكملين معاك هتلعب ايه بنظام الهجمة المرتدة اللي هو كان بيعمله زون ديفينس وهجمة مرتدة سريعة ولا يعني ايه الطريقة اللي هو اللعب بي انا عايزيني اضحها بس اما بدأ بدأ بقى اربعة ثلاثة ثلاثة عادي جدا وماشي كويس جدا والراجل جاب جون والدنيا بقى تقلبت امتى لما اضطرد لما اضطرت اللعيب ده والطرد بتاع اللعيب ده يعني انا من وجهة نظر يعني اني مش ولا ياخد انظار كمان ههو دخل على الكرة رايح للكرة رايح للكرة راح للكرة الاول لمس الكرة القانون بيقول كده لمس الكرة ولا ضرب في الاول لا لمس الكرة طالما لمس الكرة يعني وحتى لو داخل الكرة بتعطله يعني انا ما لمس الكرة وادخل خبير لما دخل خبير ان النجيلة تاخد اه غير مدخل على طول اه 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 فالحاكم كان يعني مفتري زاد على اللزوم يعني على طول كرتة احمر وبعدين الفاولات اللي كان بيديها بره التمنتاشر يعني كتير قوي يعني احنا بس اخطأنا يعني في الاخر وقتر خير الولاد يعني حتى الجهاز الفني يعني هي الكرة الاخيرة اللي جات جهون التاني دي نوقفناش صح هي هي دي النقطة اللي ايه ان احنا كنا كلنا جواه الصندوق رغم ان عارفين لازم تعرف ان كان فيه فاول زي ده بالظبط قبلها يعني في اخر الشوت التاني فاول زي بالظبط جات في ايد الحيطة و اتلعمت مباشرة لما شاتها مباشرة اه يبقى المرة دي هايعمل ايه احتمال بقى ما انت خمسين خمسين اه احتمال اه احتمال اه احتمال اللي هو بصيها لحد يشوط لو حطيت واحد بس هنا هيبقى قريب مش هيبقى بعيد هي دي بس طب ما هو برضو الجن اللي دخل فينا الهدف اللي دخل فينا برضو ما هو غلطة ما هي ككورة كات في ايد فريجلة حتم سكر راح مديها لبتاع المغرب وبتاع المغرب خدر عاملها كروس هتخلقون يعني انت احنا لو هتتكلم على الاخطاء فهي الاخطاء عادي انها بتحصل ها بس هو في النهاية تغير الخطة بقى من روجيرو بعد التغيير ايه اللي حصل بعد الترد بعد الترد اه انا ناقص لعب ولعب مؤثر ولعب مؤثر وفي الوضع اللي انت اللي كنا بنتكلم عليه والاجواء دي كلها والولاد كمان يعني برضو ما همش يعني منتخب اول يعني فهو ايه امن اللعب على المرتدة حتى الجزارة من ابراهيم عادي كان بير جعل ورا ويجي ويخبر يعني ما تعبوا هم تعبوا جدا تعبوا يعني يعني كويس او يعني ان هما وصلوا لل يعني للإكستراتيام للإضافي ها فكويس يعني هي كرة زي ديت وراحت وكده وخبطت طب تقييمك للمدرب ايه بقى روجيرو انا عاجب لي اسلوبه وعاجبني طريقته مع اللعيبة و وحس كده ان هو برضو هيعمل حاجة يعني مع الفريق ده يعني معنى طريقته كويسة يعني قادر عامل وهو حتى لسه التصريح لي قال مفضوع لسه يعني الباب مفتوح ان هو يضم عناصر ويضبط امور برضو كان فيه لعيبة كويسة برضو تانية فيه ايشو ده اللي كان بيلعب في الماتش اللي فات الزمالك ايشو ده كان برضو موليد الفين وثلاثة برضو لا بسلاثة مظهرش يعني مالعبش قوي يعني لسه مالعبش تحكم على هو قليل ناظرة بقى غيرنا يعني احنا متفرجين ومشاهدين طب انت شاف المنتخب منتخب مصر اولمبي يعني ممكن طبعا منتخب اولمبي يتقاهل لباريس مع المنتخب المغربي ومعه منتخب مالي ومنتخب غيني بقى بيلعب الملحة اللي هو مع عرابي عاسيا انت متوقع منتخبنا انه هو في باريس الدنيا تكون مختلفة شوية ويبقى اداءه اقوى كمان اه طبعا متوقع انه هو يعمل حاجة ان شاء الله طب مين التلات عناصر اللي ممكن تعرف الاولمبيات بيختاروا تلاتة ينضموا للتلاتة كبار ينضموا للمنتخب الاولمبي تفتكر مين الاصلح للمنتخب دولك تلاتة كبار من المنتخب الكبير محمد عبنعم محمد عبنعم محمد صلاح محمد صلاح لو يقدر هو الاولمبيات اللي فات ما سمحولوش انما الاولمبيات دا سمحولوش بس محمد صلاح مش تبعنا نقدر لا محمد صلاح ما هو لعب منتخبنا مين التالت مش فاهمني انا اصف اقولك ان مش يعني الموضوع في نادي تاني يعني عايزين برضو حد في خط النص كده برضو يعني ممكن حمد فاتحي او السلية او مروان عطية او مروان عطية يعني محتاجين حد في النص يحرك الفريق بس مروان عطية كتر مش 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 صنع ألعاب ايه؟ يعني بيقطع الهجمات لا انا عايزين واحد يقطع ويقطع ويسلم ميزة مروان عطية ان هو بيقطع ويسلم صح بيبدأ هجمة بس انت مش عايز صنع ألعاب يعني؟ لان انا الفريق ما حستش ان فيه صنع ألعاب ايوما انا عايزين صنع ألعاب لازم انا بقولك ممكن يبقى فيه صنع ألعاب وممكن بقى ان يبقى نختار يعني عندنا الفراوضة بتاعة الفريق الولومبي كويسين عندنا برايم عادل وعندنا اسموه ادعى بحاتم سكر لا حاتم ده ظهير ظهير ايسر مش مش مهاجم هو حاتم حاتم حتى هو غيره هو ما كانش في المستوى يعني اه بس هو ظهير ايسر يعني مش مهاجم انت عندك اللي كان قايم بالدور والدور قوي جدا هو ابراهيم عادل ابراهيم عادل وخد احسن لعب في البطولة اه ما هو استاهل طيب كل التوفيين ان شاء الله المنتخبنا الأولمبي هنروح لي بسرعة كده للدوري المصري مباراة الاهلي والاتحاد انتهت 2-0 للاهلي كده من تاهل الاهلي لحد كبير حسم بطولة الدوري خالص يعني هذا الفضيل النقطتين نقطتين يعني نهاردة هيلعب بكرة بكرة الاتنين هيلعب الأهلي والزمالك يوم الخميس لأ الاهلي والزمالك انا بكلم على بك اي اليوم الاتنين هيلعب بيرامتس الانهاردة الاتنين لو خسر يبقى الاهلي خد الدوري قبل مباراة الاهلي والزمالك قبل مبارات الأهلي والزمالك فعشان كده يعني الأهلي يعني يعتبر عنده فرصة كبيرة هو من قبل قبل ما يخلص الموطشات بتاعته زمالك وفيوتشر مباراة برضو كانت مشية بشكل غريب شوية فيوتشر بيجيب جونين زمالك بيعمل رومونتادا 3-2 مين اللي مسؤوله مش حقوقه بقى من المسؤولة عن فوز زمالك مين مسؤولة عن هزيمة فيوتشر والله المسؤول عن هزيمة فيوتشر أخطاء حارس مرمو جنش الثلاثة جوان أخطاء جنش والجني الأولان الأولاني بتاع فيوتشر أه والتف محمد صبحي والجني التاني بتاع فيوتشر غلط البوزيشن بتاع الدفاع بتاع نادي الزمالك يعني الراجل في وسطيهم أحمد عاطف هنا واحد هنا واحد هنا يعني احنا كان زمان انا قلب ادفاع أساسا في حاجة اسمها ان انا اسمي مساك امسك الراجل ده لما نحطه بيننا يعني دي مشكلة على فكرة هي مشكلة تمركز بس أنا بتكلم على ثلاث أهداف حارس مرمو مش صغير زي جنش يعني وثلاث غلطات بتلاث جوان يعني ونفس الغلطة نفس الغلطة نفس الغلطة تعرف الكرة الاخيرة الجن الأخير لو ما خدش الخطوة اللي ناحية دي اللي على يمينه هو كان اللي ما خدش خطوة على يمينه كده كان ممكن يجيب الكور ما علينا يعني ما باش هيكلها أمور هو هو افتكر يعني حتى يعني لو زيزو اللي لعب هو فاكر ان هلعبها هيبصيها مش هيلعبها في الجون فالمهم يعني كان هيلعبها هو متوقع انها تيجي في البعيدة دي فوقفوا الحطاء وقف هنا طب انت تبقى المفروض يعني خلينا بقف مع آخر واحد مع الحطاء أبقى شايف كده وبقى وقتي يعني كرة شاطة أبقى شايف رايح لها كده أو رايح لها كده مش أو رايح كده وبقضل علي هنا ماشي يعني غلطات مقبولة جدا في كرة القدم و هننتظر بقى ان شاء الله مباراة القمة بين الأهل والزمالك يوم الخميس ان شاء الله توقعها ازاي هي تبقى مباراة كبيرة بس بالنسبة للفريقين يعني 50-50 لا مش 50-50 لأ عشان لا ممكن 70-30-60-40 مين مين السبعين للأهل ليه فرق الدفاع الدفاع ولا الروح الدفاع الدفاع هنا وهنا المدافعين هنا وهنا في الأهل اتقل شوية في الأهل اتقل والحراس برضا مشكورة جدا لهذا اللقاء كابتر محمود عبد الحميد لاعب ومدرب نادي الترسان الأسبق مشكورة جدا لهذا اللقاء خليكم